بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله المبعوث رحمة المهدى يا سادة هذا اليوم يوم المستقبل يوم النظر إلى حياتنا وسعها وعشان كده بننظر ازاي نبنيها نبنيها ونبني اهم شيء فيها ونبني اولادنا بس احنا بنبني اولادنا لازم نكون منتبهين لشيء مهم جدا 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 في كتير من الاحيين واحنا بنرب اولادنا واحنا بنساعد في تنشئة الجيل على القيم والاخلاق وكمان على الفاعلية في الحياة بيبع عندنا تحدي كبير اوي اوي وخاصة في الظروف اللي احنا بنعشان التحدي بيكون في ايه ازاي نقدر نحافظ على اتزالنا واحنا بنرب اولادنا خلينا اقول لكم ان من ابرز المشاعر اللي بتكون عند كتير من المربين سواء بقى مدرسين سواء اباء وامهات سواء كل من يتعلق بمسألة التربية حتى العلماء ما لهم بيبع عندهم شعور بيغلب عليهم في اغلب الوقت ايه هو الضغط حاسين بضغط الضغط ده بيخليهم في بعض الاحيين كتير يفقدوا اتزانهم يفقدوا اتزانهم في اهم الاوقات واوقات التربية هما بيربوا اولاده ولو سمعت حال كتير من المربين هيقول لك احنا حاسين ان احنا طول الوقت بنجري نلحق اللي ورانا سواء في الشغل او في البيت وكمان تيجي حاجات الاولاد تخلينا نجري على اخر نفسنا فنحس بان احنا مراقين وبنحس كأننا بندور في ساقيا الحالة دي هي اكتر حالة ممكن للنفس الامارة بالسوق تمسك الانسان فيها وتتلعب بيها تتلعب بيها ليه؟ لان في الحقيقة الانسان بيبقى فيها في غاية الارهاق وفي فقد للتركيز وفقد ليه الاحساس بهويته لكن ايه اللي في الحقيقة بيسبب لينا احساسنا بالضغط؟ في اسباب خفية كتير بتزود احساسنا بالضغوط في الفترة اللي احنا فيها دي مش من ننتبه لها زي ايه؟ رغبتنا ان كل حاجة لازم تكون تحت السيطرة under control فحياتي وحياة اولادي وكمان ساعتها بابتتبل ان حياة اولادي ملكي ليه لازم تمشي وفق رغبتي فعيالي مثلا لازم يكونوا الاوائل كل سنة على الدفع طيب لو ما كانوش الاوائل يبقى فيه غلط فيه عيب انا ما كنتش مسيطر كويس السنة الجاية من النهاردة من الاجازة هسيطر وهما لازم مثلا لازم يعبدوا ربنا وفق برضو التصوري ولو ما حصلش احس بالتهديد الاولاد ايه ده الاولاد عيلحدوا ولا ايه عينحرفوا ولا ايه الاولاد ما بقوش بيحبوا ربنا ما بيعبدوش ربنا وانا شايف انهم ما بيعبدوش ربنا وفق تصوري فاشد فيبقى عندي حالة من حالات التشديد عليهم والخوف عليهم من انهم ما يعرفوش ربنا فاخوفهم من ربنا فيفهم الاولاد ان ربنا مترابس بيهم لحد ما يكراهوا حياتهم ويكاد وكمان يكراهوا العبادة يحصل ده ازاي وانزاي كحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين ماتين ولن يشد احدهم الدين الا غلبة فاوغلوا فيه برفق بعض الناس فاهمين ان اوغلوا فيه برفق يعني احنا لا كمان واولادكم كمان يوغلوا فيه برفق يعني ايه وانا بعلم ان اولاد الدين لازم نكون بندخل في الدين برفق اه طبعا واعظم رفق ممكن تعمله ان اولادك يبتدوا التعرف على الدين بان انت تقوم بمسئوليتك عنهم بان انت تبقى حنين وهادي وتبقى كمان داعم لهم الطلب للمثالية بيبقى من اكتر حاجات اللي بتضغط على المربين واحيانا للأسف بتخرج اسوأ ما فينا واوقات بتفسد التربية ونسأل نفسنا ليه السعي الى المثالية والكمال ممكن يعمل فينا كده لان الباحث عن الكمال والمثالية دايما عينه ما بتشوفش غير النقص ويكتر فيه الانتقاد فتلاقيهم دايما نقادين رصادين للمساوة ودايما حسين بعدم الرضا لا عن نفسهم ولا عن حياتهم ونفس الوقت لا عن طريق التربية ولا عن عيالهم كمان